في القرى الغيثية ليس عندنا حماماك بلغوب وإنما الماء في بركات أو ما نسميه نحن بالهجرة وهذا الماء من الأمطار ويزلس هذا الماء لفترة طويلة قد تجيد عن السنة بل وأكثر حتى يديء مطر آخر فوق الأول وهكذا وتستمر الحال هكذا ونحن نتوضع منه حتى إنه تقرأ عليه طبقة من اللون الأخضر ماذا يكون حكم وضوء والحال ما ذكرنا جزاكم الله خيرا وأحسن لكم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه الأجمعين لا بأس كطهر من الله ولم كان متعيرا بسبب مقته أو طول بقائه في مكانه إن هذا لا يذر ولا يسلم الله وقال له صلى الله عليه وسلم الماء طهور ما ينجسه شيء إلا ما غلد على لونه أو طعمه أو ليسه بنجاسة تحدث فيه وقد أتنع أهل العلم على أن الماء يبقى على طهوريته ما لم يتعير أحد أوصاته بالنجاسة فإذا كان تعيره كما ذكرتم بسبب أول مقته فهذا لا يذره والوضوع به والتطهر منه كل ذلك الصحيح ما إذ كان فيه والحمد لله جزاكم الله خيرا وأحسن لكم